موسيقى موجز الأنباء أهلا بكم أعلنت وزارة والصحة الفلسطينية الأحد عن ارتفاع حاصلة العدوان الصهيوني على قطع غزة والضفة الغربية إلى 2384 الشهيد وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها كشفت عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 2329 غالبيتهم من الأطفال والنساء بينما وصل عدد الجرحة إلى 9042 أما في الضفة الغربية فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 55 في حين تجاوز عدد الجرحة ألفا ومئة جريح استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال والنساء فيما أصيب أخرون في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل ضمنهم أطفال ونساء فضلا عن إصابة أخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بقصفها بالصاروخ منزلا لعائلة دردونة في جباليا شمالي قطاع غزة كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة تركزت شمالي بلدة بيت لاهية المصدر ذاته لفت إلى أن طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية قصفت منزلا في منطقة المشتل بمحيط أبراج الفيروز غربي مدينة غزة ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحة ضمنهم أطفال وقصفت مدفعية الاحتلال شققا سكنية في أبراج تيكا التركية في منطقة جحر الديك بجنوب شرق مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من مليون مواطن في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاذ المياه بالقطاع بفعل القيود الصهيونية وأشرت الوكالة في بيان لها إلى أن المياه النظيفة تنفذ من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات المياه العامة في مقال المفوض العام للأونروا فليب لازاريني إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت أو موت وبات من الضروري إيصار الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص ارتفعت حصيلة قتل جنود قوة الاحتلال الصهيوني إلى 286 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طفان الأقصى ونشرت قوة الاحتلال أسماء سبعة جنود قتلوا خلال العملية المتحدث باسم قوة الاحتلال كشف عن وجود 126 رهينة مؤكدة في غزة طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرار الاحتلال الصهيوني بتهجير السكان غزة إلى جنوب القطاع المنظمة اعتبرت هذا القرار يرقى إلى التهجير القصري للسكان المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه يتعين على حلفاء الكيان الصهيوني والدول المانحة دعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وامتناع المجتمع الدولي عن إضفاء مزيد من الشرعية على الحصار غير قانوني الذي يفرضه الكيان الصهيوني منذ 16 عاما شنت قوات الاحتلال الصهيوني الأحد حملة اعتقالة واسعة طالت 57 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الحملة شملت محافظات بيت لحم الخليل جنين نابلو سلام الله إلى جانب أحياء في القدس المحتلة ختم هذا الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية لقناة الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة